هاي المرة الارملة عدتها بتها وبتها كلش حلوة وفائقة الجمال بحيث خلت المهر مال بتها خمسين مليون دينار عراقي وكل شاب يجي ويتقدم الخطبة بتها يكض ويفلت ليش لان خمسين مليون دينار عراقي كلش هواي الى ان اجى شاب وحب بتهاي البنية واجى هذا الشاب واغرم ووقع بحب هاي البنية بس للاسف المهر مالتها خمسين مليون وخمسين مليون كلش هواي الى ان هذا الشاب اشتغل ونشك طيبة قلبه يلا جمع ثلاثين مليون دينار عراقي وراح وفاتح ابوه الحجي وقال لحجي اريد اخطب البنية وهاي البنية المهر مالتها يكون خمسين مليون دينار عراقي وشلون اللي أب قال لي قال لبابا جيب الفلوس اللي عندك وباشر الروح على باركة الله وصار اليوم الثاني وراح هذا الحجي وأخذ ابنه وراح البيت المرة وأول ما طب وقدموه للشاي قالها ما أشرب وأريد ما عندش طلب الطلب مالتي أريد لما أسولف ما تقاطعين كلامي وتخليني أكمل للأخير فقالت له صار حجي وأشرب شايك والشيء الجاي بيه تروح بيه فبدأ الحجي وقالها ابني يحب بنتك وقالت له سمعت قالها ها موقت لش ما تقاطعيني قلت له صار قالها ابني جامع عشرين مليون دينار عراقي عشرة من عدهن راح يكون مهر البنتك حتشة قالها احنا موقت تفقين تخليني أكمل كلامي للأخير وهنانا الأرملة سكتت هاي المرة الدنقة وخلت الحجي يكمل الكلام ماته وهنانا الحجي قال للمرة قالها عشر ملايين راح يكون مهر البنتك والعشر ملايين الثانية راح يكون مهر إليش حتى أنا أزوجش هنا المرة ابتسمت ابتسامه كلش عريضة وبينت ملامح الفرحة على وجهه وقلت له نقرأ الفاتحة على بركة الله وقرأوا الفاتحة وطلعوا ولما انطلعوا سئله ابنه وابنه قل له بابا أنا قلت لك عند ثلاثين مليون انطيت عشر إله وعشر البنته العشرة الباقية وين راح توديها هنا الحجي قال لي العشرة الباقية راح اشتري بيها ذهب لأمك حتى تسكت وما تحكي على زواجي وزواجك وهنانا صار اجتماع كلش سري للنسوان والعجايز مات المنطقة وسئلوا المرأة وقلولها اشلون وافقتي هنا سئلوا امه البنية وقلولها اشلون وافقتي بعشرة مليون إلتش وعشرة مليون البنتش وانت مخلية المهر خمسين مليون دينار عراقي فهنانا الام ضحكت وقلت لهم قلت لهم سعر الجملة مو مثل سعر المفرد يقل لك هنا ابلس لما تسمع الخطة مات الحجي اللي سواها ضرب على قصطة وحاليا جاي بيه على لبلبي بباب بيت الحجي اشتركوا في القناة